اشتركوا في القناة وفعلنا التعمير ارتد في شهر سبعة وراح واختبر القناة المكسورة لكن لم نوفق في الدخول والعودة داخل القناة المكسورة اللي فوق اختبرها طلع حتى دخل في وسطها شوية لكن احنا دايما يهمنا الاغلاقات لانه الشارت اسبوعي ولا شهري شوفوا هنا يمكن لو نحط الشارت على الاسبوعي يبان عندنا السلوك العام طلع التعمير الأسبوع الماضي النجل فتح بقاب داون وكسر هذه القناة طبعا اباطن منكم الآن انه سبحان الله شارت التعمير يوم نحنا طلعنا فيه الطلعة الاولى كنا الراقل فيه اكتر من قناة وكانت كلها متقاربة ومتشابهة من ضمن هذه القنوات يعني اللي يشوف المنظر دا يقول الله انكسرت منتصف القناة يعني نحنا كأننا سقطنا في الدور الاول لكن هذا اللي هو من عام 2018 لكن لو جينا نحنا سحبنا التريند من 2016 مرورا بقاء كورون برضو عندنا هنا هذا اتقل من هداك المرسومة الآن هذا الاتقل يا اخوان سقف شايفين هذا السقف نفس الفكرة يوم طلع التعمير شوفوا الشمعة القوية اللي اخترقت هذا السقف شايفين على طول نحنا بنينة دور شايفين هل جاب التعمير ولا ما جاب الهدف بالملي للسقف دا جابوا ولا ما جاب جابوا بالملي فنحنا يعتبر عندنا القناة دي المكسورة الآن هي قناة فريمها أقل من الكبير التاني فنحنا إلى الآن نعتبر التعمير لسه ما فرطه طاح في الدور التاني أنا على طول الآن امديني على طول أسوي الحركة دي هذا باي باي مع السلامة أنا ما أبغى أنا أبغى أبغى شيء قوي مرة خلاص أنا أبغى أمشي على هذه القناة من أهم دعوم هذا السقف اللي هي مستويات التسعة عشر ريال تقريبا وثلاثين يدعمها مؤطة فني قوي وراها جاي الآن واحتمال خلال الشهر القادم يكون مع السقف على طول اللي هو إيش متوسط الخمسين على الشهر فيصبح يا أخواني عندنا اليوم التعمير مقفل عند عشرين ستين أين دعمنا الاستراتيجي اليومين القادمة كيف نتأكد عندنا إنه التعمير فعلا بزر مطي عندما يكسر سقف القناة ومتوسط الخمسين على الشهر فيه مؤطتاني إلى الآن أتكلمني عليه المرة الأولى وفعلا أغلق السهم فوقه نحن الآن مقدمين السلبية إلى الآن الشام عادية لم تغلق شهرين وباقي لها جلستين تداول ماذا يحتاج رائع التعمير أن يشاهد الإغلاق الشهري فوق أي رقم على السبورة يا شب عشان يبان عنده إنه السهم فعلا فوق دعم استراتيجي ما تغير شيء من قاع سبعة إيش فيه هنا الإغلاق فوق 21 أربعين أحسنت لأنه من ضمن المحطيات الفنية الاستراتيجية اللي عاثرها التعمير عندما اقتحم السقف اقتحم الثلاثة وعشرين فيبو من 2006 تخيلوا الآن دخلنا في عمليات تصحيح ونزول في التعمير والتعمير والتعمير إلى يومنا هذا ما عنده إغلاق تحت المنطقة حتى في شهر سبعة كسرها ثم أغلق شهريا فوقها كم بيننا وبينهم يعني صعب على التعمير يطلع 80 هل الأقل من 4% خلال جلسة أو جلستين فننتظر ونشوف وإذا ما تبغى تنتظر أنت رصبا عنك تبغى تنتظر لأنه دعمك الآن قد دام عينك واضح دعم القناة لأنه لو تبغى تنسحل خوفا من التعمير التعمير أساسا ظهره مسنود قلنا بهذا السقف وبمتوسط الخمسين حلو الكلام هذا بس رسالة تطمين لمين لملاك التعمير وبما أننا فتحنا سيرة زي كدا أكيد نبغى نستأنس طالما أن هذا القناة هي المعتمدة وطالما هذا المتوسط هو المعتمد طيب لماذا ما نبحث عن تصحيح الفيبو ولو سحبنا الفيبو ليس من قاع كورون بل من قاع القناة اللي نحن اعتمدناها كقناة صلبة سبق للتعمير عندما اقترحمها دخل في شمن كحلي وانشكاح من عيار ثقيل هذه الموجة بدأت من أساسا رسمت تريندا من قاع العشر عشرين هذا قاع الفين وستاش فانت تسحب الفيبو من عشر عشرين الين أعلى رقم جابوا التأمير اللي هو ضرب فيه 38 فيبو من 2006 سجل وقتها التأمير 31 خمسة وثمانية كم يعتبر مصحح التأمير من موجة الرئيسية حتى الآن ارتد في الشهر سبعة من تصحيح خمسين فيبو نصف الموج وأيضا لا يوجد عندنا إغلاق تحت الخمسين فيبو أما الواحد وستين فيبو طبعا انتوا شايفينها تحت القناة وتحت المتوسط قريبة 18 مصر حالة وحدة نقبل فيها التأمير يزور الواحد وستين فيبو بشرط ايش أن لا يكون هناك إغلاق شهري تحت التسعة عشر ثلاثين وتحت ايش تسعة عشر يعني منطقة نسمح بتكوين وتدفيها في حالة زوبعة في السوق كذا نقول والله ممكن إذا كسر بسرعة من باب الإيهام يضرب الواحد وستين فيبو 18 ونص هما يعود فيبو أو ممكن في معطي خلينا نتوقع سيناري يوصخ زي كده نحن الآن القناة دي يا أخوان هذه القناة هذه تعتبر دور لو جئت أنا الآن وسويت كده بنيت دور تاني أين يوجد قاعة الدور التاني في التعمير في حال كسر السقف أو المتوسط هي منطقة الواحد وستين في متصحة فلذلك احتمالية كبيرة إنه لو أراد التعمير أن يستغل زوبع من زوابع السوق فيسقط فيهمنا على فريم يومي إنه كسر السقف فنحن ما حن نعترف بالكسر على اليوم ولا حن نعترف على اليوم بكسر الخمسين اللي خلينا نعترف على اليوم بوضع سلبي زي كده لو كانت قناة قناة زي هذه مكسورة على اليوم أو متوسط يومي أو كده لكن شوفوا المنطقة دي قديش يا أخوان منطقة ثقيلة استراتيجية وبصراحة التعمير يا أخوان من الشركات العقارية التي تكاد بلغة الأرقام يوم تدخل حتى تقلب الآن في التطوير هو أفضل سهم على الإطلاق حتى من حيث العوائد مكرر الربحي واعتقد إنه تصحيح موجة استراتيجية زي هذه تكون أبعادها أقصى شيء 18 50 19 ريال أعتقد إنها مثالية وطبيعية وحرام أكتر من كده لأنه أكتر من كده أنا أشوف لا فنيا يعني فنيا سيخرج ولكن المؤشرات المالية مرة ما حق يعني السهم سهم قوي سهم عوائد ما هو سهم عادي أنتو تعرفوا توسيعات التعمير ويش يعطي التعمير كل سنة وسبق له أكثر من سنة رفع راس ماله بحقوق أو بمنح مو حقوق أولوية منح وكان يمنح ما شاء الله فهي شركة من شركات النمو واضح تحليل التعمير طيب سؤالي أخوان بعد ما شرحنا الآن وضعنا أسوأ التبعات في فريم التعمير واعتبر ويعتبر هذا الشرح مساعد للجميع مساعد اللي بغي يشتري معناه عالف من فين يبغي يستغل أي ظروف لاقتناص السهم والدخول في تحدي مع المضارب ومزاحمته واللي متعلق في السهم عارف الأبعاد فين ممكن لا تقدر الله يكون تكسير العظام ويتحمل لفين وفين ممكن يعدي لكن السؤال الآن متى يصبح التعمير سهم إيجابي مبدئيا في الظروف الحالية ما هي أشنع مقاومة إن طلع التعمير تخطاها قلنا التعمير طار وممكن يروح 27 وممكن يروح حتى 29 قبل واضح ولا ما هي واضحة عندكم الأرقام الله ينور عليك يا بودان أنا خلاص كده كده أكون أنا قد أنهي التحليل الاستراتيجي للسهم لذلك لذلك لما يحصل ارتدادات يا أخوان في السوق ويصادف إنه التعمير سار هنا هل هذي منطقة الدخول شوفوا نحن قلنا لكم فين منطقة التعديل في أسوأ الظروف والمناور هذه المنطقة اللي هي هل يجي واحد يشتري التعمير فيها هو لسه ما تأكد من اختراقها هذه أخطاء كثير من المتداولين ما يعرف ادخل في السهم هو أخضر ويبيع السهم هو أحمر واحتمال يبيعه أحمر هو في قاع قناة واحتمال يشتري السهم هو في منطقة محق زي كده فسبحان الله اللون الأخضر يغريك ويكون السهم يقعد فترة من الزمن هو مش تريف هذا المحق السهم مو ضروري أنه يضرب يطيح بسرعة فسوأ يقول لك ندخل نتعشم فجأة يلاقي لا قدر السهم يعدي ولف الطارف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر